اخر خبر معنا محلي هيكون مع مصطفى عسل لعبنا في الاسكواش والليبقى لعب بطولة ويندي سيتي في الولايات المتحدة الامريكية والحقيقة نجح ان يوصل لربع نهائي هذه البطولة في هذه البطولة الامريكية اللي بتتلاقي من 21 لحد من 19 لحد 21 فبراير او من 18 لحد 21 فبراير هو الخبر بس ايه حدد اليوم النهاية بس هو تقريبا قبلها باربع ايام يبقى من 18 ل21 فبراير اللي احنا فيه مجموعة جوائزة 250 الف دولار مصطفى كان بدأ مشوار بالبطولة على الفوز على ايرلندي روري ستيورد بعد انسحاب الاخير وبعدين فاز في دور 16 على سويسري ساستيان بنتيجة 3 صفر وهيلعب بقى في دور ربع النهائي في مباراة قوية جدا مع المنافس اللي دايما بيقع مع مصطفى عسل في القرعب بول كول الارلندي احد افضل اللاعبين على مستوى العالم دلوقتي ومتصدر او تصدر تصنيف العالمي فترة بول كول يمكن مصطفى عسل كان في بداياته النجم مساطع جدا على بول كول ولكن في النهاية بدأ يبقى الموضوع سجال بين مصطفى عسل و بول كول طبعا مصطفى عسل ما فيش شك تأثر كثيرا بالإقافات المتتبعة والمتتالية من قبل البي اس اي او رابطة اللاعبة المحترفة لسكواش واللي اثرت على مسيرته سواء مصطفى فاني او كمان ترتيب لكن الولاد بيكافح الحقيقة ومن ظهر النادي الاهلي وورا النادي الاهلي بيكافح معاه عشان يسترد تاني التصنيف العالمي وده هيجي ستيب باي ستيب وبطولها بعد التانية بازن الله كل التوفيق لمصطفى عسل ان شاء الله وكده يكون خلصت اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي